اشتركوا في القناة من البداية إلى ترانزيشن بوينت بيكون لامينار هذا هو ومن الترانزيشن بوينت هذه إلى النهاية بيكون تيربلانت وما زلنا نريد أن نوجد الطول الكامل والطول الكامل حيكون الجزء اللامينار وطول المقطع اللي هو أو يسود عليه التيربلانت ريجي فالآن امشوا لأن نحل ننوي إياكم اللامينار ريجين بنفس الطريقة اللي بديناها في الجزء الأول ولكن من 45 درجة مئوية لحد ما يوصل السألة 52 هنطبق الآن يا شباب القانون اللي نعرفه الـ Q تساوي إذا تذكرون الـ H bar في السيرفس area في دلتا تي لوق مين تمبرتشر ديفرنس هذا هو السيرفس area باي دي في الطول اللامينار في اللوق مين تمبرتشر ديفرنس نقدر نحسبها بعدين إن شاء الله تعالى وأقدر الكيو أيضاً أحسبها بدلالة الثيرمو M.CB في Tmout 52 مينس Tmi Tmout اللي هو عند مخرج المقطع الخاص باللامينار ريجين قبل ما أواصل أنا بحاجة الآن يا شباب إني أجيب الـ properties أجيب الـ properties at the average temperature اللي هي درجة حرارة الدخول 45 زي درجة حرارة الخروج من المقطع اللامينار 52 أكسمها على 2 تطلع 48.5 بالكالفن هتحصلها 321.5 تروح تسوي interpolation هتحصلها كما ترى الآن أوكي الميو جبتها والـ CP 1999 الكي البرانتل ثم حسبت الـ Reynolds number عند الميو الأفريج هذي يطلع 1930 أهو Reynolds number 4M dot على BD ميو L هذه هي الـ viscosity at the average temperature طلع 1930 فكيف نجيب الآن النسلة number خليني أذكرك الآن بالنسبة للنسلة number لما نكون في حالة اللامينار فلو شوية ماهو direct يعني لازم تقارن وتشوف الطول الخاص بالأنبوب حقك تقارنه بما يسمى الـ hydrodynamic entry length والـ thermal entry length وهذه موجودة في chapter 8 في الـ internal flow اللي شرحته أنا في الـ heat transfer بمكان الشباب اللي ناسين يراجعون أوكي وهناك قسمنا سوينا الجدول هذا بحيث أنه هذا المحور يمثل التطور الحراري وهذا المحور يمثل التطور المائي أو حق السرعات هنا يكون طول الأنبوب ما طويل فما زال يتطور حراريا ثيرملي ونفس الطريقة في هذا المكان على المحور هذا الـ الـ هذا يمثل هايدرودايناميكلي ما زال يتطور مائيا أوكي بينما هنا هايدرودايناميكلي فلي ديفولوب طيب هنا يصير عندي أربعة بما عندي حالتين هنا وحالتين هنا عندي أربع حالات الحالة الأولى أن يكون طول الأنبوب أقل من المدخل المائي والمدخل الحراري ويقابلها هنا أن يكون طول الأنبوب أو البايف أكبر بكثير من المدخل المائي والمدخل الحراري which is which we don't know until now أوكي وهنا أنه يكون طول الأنبوب هذي thermal entry region أوكي طيب خلينا أوريكم الآن إيش هنسوي هنروح هنا يا شباب هذا هو المربع اللي قبل وريتكم إياه لازم أحسب أول شيء المدخل المائي وهو معطى بأنه 05 في الرينس نبر في الديامتر عوض عن الرينس برل 930 وعن الديامتر 0.005 وضروبها في 0.05 يطلع لك 48 سنتيمتر أو أقل من النص متر بينما الثيرم الانتري لينكت هيكون 0.05 في الديامتر مضروبا في البرانت النبر اللي هو 1851 هيطلع لك الطول بكم بـ 890 الطول حق المدخل المائي إذا تذكروني عفوا المدخل الحراري إذا تذكروني يا شباب في الحلن الأول في الجزء الأول طلع تقريبا طول البايب حقنا حدود 11 متر أوكي فيصلح لنا كقس يعني إحنا الآن ما نقدر ما نعرحنا في أي مربع لأن الطول ما معروف لكن إحنا نقول طول البايب أكيد أكبر من 48 سنتيم 100% أوكي وبالتالي بيكون كامل التطور مائيا على مستوى السرعات ولكن نشك بأن يكون طول الأنبو بحدود كيلو فنحن نتوقع وين إنه وي آر سموير هير وي آر سموير هير وبالتالي نتسمى هذه thermal entry region بما أنه هنا thermal entry region خلاص أقدر أحدد الكوريليشن بناء على الجدول اللي بأ وريك إياها الآن أرجو أنك تكون مركز معايا أوكي ما بروح لـ Combined Entry Region لا بأروح لمين لـ Thermal Entry Region أوكي هستخدمها ولا بستخدم اللي قبلها اللي هو fully developed اللي هو 3.66 بأستخدم هذه أوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم إيش الـ GZD وهذه يسميه الـ Grads Number وأنا قلت لكم أن الـ Grads Number يساوي يساوي الـ Demeter حق الـ Pipe على الطول وحيان نرمز له بالـ X مضروبا في الـ Reynolds Number أوكي مضروبا في الـ Brand Number أجل أقدر أكتب هذه مرة أخرى نصل تنمبر حج بس أحط هذه هنا H L D على كي وأكم تابعوني على الصامت لأنني أنا الآن بأبدأ في التعويض أوكي إذا نظفت هذه الآن شوف كيف هتطلع الشباب هتطلع الـ H دال لا في إيش في الطول والطول ماهو عندنا معايا لكن ما عندي مشكلة أنا عندي المعادلة هذه أيضا أستطيع أجيب علاقة ما بين الـ H والـ L دعوني يعني أحسب دلتا تي لقمي temperature difference أوكي دلتا تي ون حتساوي 150 ناقص 52 هذه 105 انتبه هذا الفرق في البداية هنا ثم الفرق هنا 150 ناقص 52 سمي دلتا تي تو حيساوي 98 احسب الآن على جنب دلتا تي لقمين temperature difference حيساوي طلع لك 101.46 درجة ماءوية أنا الآن جاهز أعوض هنا تابعني على الصامت وانت تعارف الماسو فلوريت من البداية وبأعطيك الآن والداتا هذه هي البربرت طيب لو نظفت هذه ورتبت ها حتطلع هذه يعني المعادلة رقم اثنين وأقدر أكتبها كالتالي حتساوي على الطول أقلة من اربارت طيب وماذا يعني ايش أسوي بعدها أرجع الى معادلتي هذه اللي هي إذن هذه معادلة اثنين عوض في المعادلة رقم واحد اللي هي هذه طيب حشيل الـ H وحط مين 8-7-8-4.5 على الطول تابعني على الصامت عشان بس نوفر وقت وقت الفيديو يا شباب تمام طيب أصبحت الآن هذه محادلة في مجهول واحد عندك طريقتين إما بعملية الـ Iteration أو استخدم الزر Solve 4X الآلة الحاسبة حقتك أو اذهب إلى الانترنت في مواقع تقدر تغذي فيها الأشياء حسنا اترنت نقول or solve 4X طلعت يا حباب بأن الطول الطول فقط الـ 18.1 متر والـ هي ترانسفير الـ طلع ب 4 8 4 واط لكل متر تربيع كالفل شوفوا يا أخوان شوفوا فقط الجزء اللامينر 18.1 الجزء التيربولنت بيكون في المقطع الرابع إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير في المقطع الأخير إن شاء الله والذي سنقضي فيه على هذه المسألة برمتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر